السؤال الخامس والأخير أي كتاب تختليه أو إذا أهدي عليه كتاب أقل شيء تقرأ في هذا الكتاب تقرأ المقدمة أو فارسة الكتاب حتى تعرف محتوى الكتاب العمل أجل كتاب بلسة كتاب ويروسة بلسة كتاب وإذا وجدت سؤال الأمر نعم إذا أرادنا أن نعرف محتوى هذه المتنة المبارك هذه المتن يحتوي على أقسام 5 نعم مزمونة قالت الأمر مصر نعم المسائل الثلاثة والمسائل الثلاثة والمسائل الثلاثة ولماذا ندرس التوحيد ولماذا ندرس التوحيد وشرح الأمر الثلاثة أسرة القبرة قبرة الثلاثة السورة وخاتمة القتاب السابق المصائلات الأولي السابق المصائلات الأ Assistance ولماذا ندرس التوحيد قسم الثالث؟ والرابع شرح الأسول الثلاثة أسنة القبر والخامس الخاتم والله أعلم الله جاكشه لك